بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نبدأ في شابتر جديد اللي هو شابتر 11 وده بيتكلم على mounting parts onto rotating shafts أو تركيب الأجزاء على طبعا مقصود بيها التروس والبكرات على الأعمدة الدوار المين topics بتاعتنا أول حاجة بنتكلم على definition أو التعريف بعد كده types أو الأنواع ثم the splines وأخيرا هنتكلم على stresses in keys أو الإجهادات طبعا الكيز دي بيقال عليها الخوابير أول حاجة definition أو التعريف بيعرف التركيب الكيز على الأعمدة بأن هي non permanent fastening أن هي وصلة غير دائمة يعني يمكن فصلها ووصلها وده طبعا بيتم زي يعني مثلا يعني مثلا لو افترضنا ده اللي هو يقصد بيها مثلا الجيرس والبكرات الجزء اللي بيركب السرة بتاعته يوضع فيها الجزء اللي هو الكي ده بحيث أنه يكون وسيط ما بين العمود وما بين الترس بحيث أنه لو دار يمنع prevent relative motion يمنع الحركة النسبية ما بين الاثنين بحيث أنه لو واحد دار منهم يدور التاني بالتبعية عندنا الكيز أول حاجة منها اللي هو أو بيسموه الخبور الغطس النوع الأول منه اللي هو الكروس سكشن بتاعه أو مستطيل وفي الحالة ديت بياخد العرض هنا الدابليو بيساوي بالفرضية القطر بتاع العمود على أربعة القطر هنا دي اللي هو بيقصد بيه قطر العمود والتي الارتفاع بتاعه بيساوي اتنين دابليو على تلاتة أو دي على ستة طيب إيه اللي بيحصل عندي هنا اللي بيحصل إنه بيبقى عندي ده العمود أو الشافت بعمل فيه تجويف بالشكل ده كده وبجيب الكي ده بيبقى غاطس هنا إلى نصه والنص التاني بيبقى في الجزء اللي راكب على العمود بحيث إن لما العمود يدور في الاتجاه ده ياخد النص ده معاه والنص طبعا ده مرتبط بالنص ده والنص ده غاطس فيه الجزء ده فبالتالي يروح مدور في نفس الاتجاه الترس أو البكرة اللي راكبة على العمود طيب بعد كده السكوير سانك كي هو نفس اللي فات بس المقطع بتاعه هنا مربع يعني معنى كده إن الطول بيساوي العرض أو الويتس بيساوي الارتفاع اللي هو بتاعه وده بيساوي قيمة القطر بتاع العمود على أربع طبعا الكلام ده أو الفرضيات ديت لو أنا مش موجود معي التابلس أو الجداول بتاعة الستاندرد فبفرضها بهذا الشكل نفس النوع بتاعي ممكن يبقى مزود برأس بالشكل ده كده وبيسموه الجبهد كي ودي بستخدمها في حالة الطرقات مثلا هنا بحيث إن هي تؤدي إلى تركيب جيد ما بين العمود وما بين الجزء اللي راكب على العمود لو ترس أو بكرة بحيث إن هو يمنع relative motion أو الحركة النسبية فيؤدي إلى ثبات كامل وده طبعا أنا بحتاجه لأن لما العمود يدور هيدور معي كمان الجزء ده بالتباعية فبالتالي ينقل الباور بشكل أفضل نكتفي بهذا القدر وأنا استكمل فيه الدرس القادم إن شاء الله